اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخبير بالاديان من حول العالم مستشارة وزير الطاقة الامريكي تزور معهد الابحاث وتقنيات التحليل السعودي وتوقع مذكرة تفاهم بحثية ايضا تتابعونا في الرابع انطلاق رحلة البحث عن موهبين واكتشاف في السعودية من خلال مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع وبشراكة التعليم برنامج الاراضي البيضاء في السعودية يعلن عن تسجيله ارضا بمساحة تتجاوز 12 مليون متر مربع وفرض الرسم عليها باثر رجعي اهلا بكم مجددا اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير صاروخ باليستي تابعا لميليشيات الحوثي تم تجهيزه للانطلاق باتجاه السعودية تحالف شدد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمواقع المدنية وانه مستمر في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الارهابية اشتركوا في القناة في الظهران شرق السعودية جرى توقيع مذكرة تفاهم سعودية امريكية للتعاون في مجال بحوث تكرير المياه توقيع التفاهم جرى بين المستشارة الاعلى لوزير الطاقة الامريكية فيكتوريا كوتس مع مدير عام معهد الابحاث وتقنيات التحلية احمد العمودي ومن المنتظر ان يكون للتفاهم اثر فاعل في تعزيز التعاون الفني والتقني بين السعودية والولايات المتخدة وكانت المستشارة الامريكية قد زارت معهد الابحاث وتقنيات التحلية بصحبة القنصر الامريكي في الظهران واطلعت المستشارة على امكانيات المعهد وقدراته وشراكاته القائمة مع الشركات والجامعات ومراكز البحث المحلية والاقليمية والدولية خاصة الامريكية منها نحن ندعم هذا العمل منذ اربعين عام هنا من هذه المحطة وبصفتي مقيمة مؤقتة في الرياض فانا ممتنة جدا لكل الجهود المبذولة من اجل ضخ الكميات الهائلة من المياه من هذه المنشأة الى العاصمة بشكل يومي واتساءل كيف كانت حياتنا قبل اربعين عام وكم من الوقت كنا سنقضيه في قلق من شح المياه بدلا من مجرد فتح الصنبور والعمل هنا في ديترا لا يخص تحلية المياه فحسب كتكنولوجيا انتاج المياه بل كذلك معالجة الاملاح الناجمة عن عملية تحلية المياه والاستفادة منها كمصدر اعجازي لعدة منتجات تهم الولايات المتحدة وكانت تحصل عليها من دول ليست صديقة بخلاف المملكة حيث بات بإمكاننا الحصول على الماغنيسيوم من الاملاح المستخرجة من عملية التحلية وتوفر فوائد صحية مدهشة هذه عملية رائعة استشرافية ستقدم الخير العظيم للإنسانية وبصفتي ممثلة لوزارة الطاقة فأنا مسرورة لأن ثلاثة من مختبراتنا الوطنية مشتركة في تطوير هذه التكنولوجيا وهدفي بعد الخروج من اجتماع اليوم هو دعم ورعاية هذه العلاقة مستقبلا في كل الأشكال أنا سايدة جدا أن أكون هنا في الـ SWCC أن أرى المنتجات للمأح وكيف يمكن أن يساعد الأشخاص ليس فقط في الأشخاص من المنطقة الشعكية لكن لكل المواتنين من المملكة العربية السعودية يعني بشكرا جزيلا على الأشخاص هنا يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين برئاسة السعودية يوم غد اجتماعا افتراضيا ستتم خلاله مناقشة وفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر السلبية المحيطة به إلى جانب مناقشة التحديثات على خطة عمل المجموعة لمهاجهة جائحة كورونا والتقدم المحرز في مبادرة المجموعة لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام عشرين واحد وعشرين وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أوقات استثنائية فرضت تحديات استثنائية لمجموعة العمال السعودية تحت مظلة مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية هذا العام وتطلبت عقد لقاءة افتراضية لبحث إعادة إحياء قطاع الأعمال في المرحلة القادمة وكيفية التعامل مع موجة ثانية من الفيروس كورونا لكن اللقاءة الافتراضية لم تضعف من ثقة للملفات التي عالجتها مجموعة الأعمال كما في تقرير التالي في السادس والعشرين من إبريل الماضي حضر أكثر من ستمائة مشارك لقاءاً نظمته مجموعة الأعمال السعودية عنوان اللقاء عكس مزاج العالم في تلك الأيام الحرجة من ربيع عام 2020 العنوان كان إعادة إحياء قطاع الأعمال في المرحلة القادمة اللقاء بالطبع كان افتراضياً ولكن ذلك لم يحد من حجمه ولم يضعف من ثقل ملفاته افتتح اللقاء رئيس مجموعة الأعمال السعودية يوسف البنيان الذي شدد على أهمية الاستجابة المنصقة والنقاشات المستمرة بين مجتمع الأعمال والحكومات على مستوى العالم مع إلاء الأولوية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم كونها الأكثر تضرراً نظراً لتشغيلها أكثر من 80% من القوات العاملة في الكثير من الدول ثلاث جلسات تضمنها اللقاء الأولى خصصات لتقييم الاستجابة العالمية والتعامل مع الوباء بمشاركة لرئيس غرفة التجارة الدولية ومبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بشأن مواجهة فيروس كورونا الجلسة الثانية ناقشت الأمر الذي بدأ يظهر جلياً يوماً بعد يوم منذ انتشار الجائحة واقع العمل الجديد والاستعداد للمستقبل كان عنوان الجلسة التي تحدث فيها الرؤساء التنفيذيون لشركتي أنالوابير أما الجلسة الثالثة فنقشت رسم مسار الانتعاش والدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه بمشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيس إمباكت نتورك وناصر الناصر رئيس فريق عمل الرقمنا في مجموعة الأعمال بي تونتي ورئيس التنفيذي لمجموعة استي سي ولم يخلوا اللقاء من حديث ودي عن النساء في الخطوص الأمامية وأحد أهم المواضيع وأكثرها تكراراً منذ انتشار جائحة كوفيد-19 التأثير على المساواة بين الجنسين قادت النقاش حينها رانيا نشار رئيسة مجلس سيدات الأعمال في مجموعة الأعمال والرئيس التنفيذية لمجموعة سنبا المالية الأشهر مرت ثقيلة على العالم ومع حلول الصيف بات من المؤكد أن موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا أصبحت بمثابة الأمر المحسوم الاستعداد للموجة الثانية كان عنوان الجلسة الافتراضية الثانية التي استضافتها مجموعة الأعمال السعودية بمشاركة قادة الأعمال والصحة الدوليين المخاوف عالمياً كانت واضحة أن يفشل قطاع الأعمال بتحمل إغلاق جديد بعد افتتاح خجول للأنشطة الاقتصادية حول العالم هنا جاءت أهمية تشتد قادة الصحة على أهمية التعاون الدولي بين الحكومات والشركات لوضع خطة مناسبة لمواجهة تفشي موجة ثانية من الفيروس أجمع غالبية المشاركين في الجلسة على ضرورة استمرار المؤسسات في العمل لدرء كساد اقتصادي بات على الأبواب كما توصلت الجلسة لأهمية التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لإعادة النظر في طرق عملها من أجل حماية الموظفين والمواطنين على حد سواء وضمان استمرارية حركة الاقتصاد عالمياً أوقات استثنائية فرضت تحديات استثنائية لمجموعة الأعمال السعودية تحت مظلة مجموعة عشرين والتي رغم كل الإغلاق استمرت كمنبر مفتوح أمام أصوات القطاع الخاص ورغم التباعد قاربت بشكل واضح بين وجهات النظر في وقت ربما لم يشهد فيه العالم أهمية للتقارب كما هو الحال اليوم مايا جريديني العربية أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي يطلق أربعة تحسينات جديدة على ضوابط دعم برنامج التوظيف أهلا بكم مجددا إلى الرابعة رصد برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان وجود أرض بمساحة تتجاوز 12 مليون متر مربع غير مسجلة بالنظام وعليه فقد تمت مخالفة مالكها وتحصيل كافة رسومها بأثر رجعي ويهدف البرنامج للحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي والأسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن وكان قد أطلق بمرحلة الأولى في أربع مدن رئيسية هي الرياض والدمام وجدة ومكة وتمت إضافة عدد من المدن ستدخل حيزة تنفيذ نهاية العام بما يذهب جزء من ريع هذه الرسوم لتطوير البنية التحتية للمشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة وإنضم إلينا من الرياضة المهندس عبدالله بن سعود الحمام الوكيل المساعد لشؤون الفنية والأراضي بوزارة الإسكان أهلا بك دكتور عبدالله إلى نشرة الرابعة 12 مليون متر مربع رقم كبير جدا كيف سيتم الاستفادة من الرسوم المفروضة على هذه الأرض وهلنا نعرف البداية كانت سواء في الرياضة العاصمة أو في أي مدينة أخرى أرحب فكخ الكريم في المشاهدين وسعيد بتواجدي معكم على العربية في الحقيقة برنامج رسوم الأراضي البيضة جاء بمستهدفات واضحة ومحددة منها فك الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى تحفيز المعروض العقاري عمل الفريق خلال الفترة الماضية على تحديد النطاقات المطلوبة لتطبيق الرسوم وبالتالي حسب نظام الرسوم يتم الإعلان عن النطاق المستهدف ويحق لملاك الأراضي تقديم الوثائق والمستندات تلك الرسوم طبعا يوجد بعض الأراضي لم تسجل في النظام وتم رصدها من خلال الفريق وتسجيلها في النظام وتطبيق الرسم بأثر رجعي بالإضافة إلى الغرامة المالية بالضبط هذا السؤال المهم لأنه دائما ما تستخدم هذه الأموال للتنمية ودعم شريعة الإسكان والبنية التحتية نريد أن نعرف مثلا 12 مليون متر مربع بما سجل عليها من رسوم أو حتى مخالفات بأثر رجعي كم المبالغ وكيف ستنعكس على التنمية في هذا القطاع نعم طبعا البرنامج سجل حتى تاريخه أكثر من 400 مليون متر مربع في المملكة العربية السعودية يتم صرف المبالغ على إيصال الخدمات لمشاريع الإسكان والمشاريع السكنية في الحقيقة تم صرف الآن ما يقارب أو أكثر من مليار و 200 مليون ريال سعودي لإيصال تلك الخدمات وفي المرحلة القادمة نستهدف استكمال باقي إيصال الخدمات والصرف على المشاريع السكنية من خلال المتحسلات برنامج رسوم الأراضي البيضاء أفهم كلامك مهندس عبدالله أن الرقم غير متوفر ولا في تحفظ من قبلكم على الرقم الحقيقة الرقم موجود لكن تعرف برنامج رسوم الأراضي البيضاء هي تسجل وتطور ويكون فيها عمليات بيع وإضافات لكن اليوم نتحدث عن ما تم إنفاقه فعليا وما تم إيصاله وشهدت سبب فقط المقاطع لكن في نقطة مهمة جدا أن هذه الأراضي افترض أنها أراضي مسجلة بسقوك مسجلة ولديكم أنتم أيضا قاعدة بيانات تتحدث عن الجهات التي قامت بتسجيل تلك الأراضي أو عدم تسجيلها هل يوجد صعوبة في رصد الأراضي البيضاء التي لم تدفع أو لم تسجل في هذا النظام؟ قد تكون سابقا كان هناك صعوبة لكن اليوم في ظل التكامل الحكومي والبنية التحتية الرقمية القوية ممثلة في نظام الجي أس تحديدا هناك توفر للبيانات فبالتالي أي أرض لا يتم تسجيلها خلال الفترة المعلنة يتم تسجيلها عن طريق فريق البرنامج وتكون عرضة للغرامات حسب النظام طيب جميل نريد أن نذكر بالهدف الرئيسي ليس المسألة هي بالفعل فقط غرض غرامات أو رسوب أنتم تستخدمون هذه الرسوم كما أشرنا للتطوير والتنمية ولكن أيضا هناك محاولة لتشجيع ملاك الأراضي البيضاء إلى استثمارها خاصة في المدن الرئيسية التي تشهد ندرة أحيانا في الأراضي الصالحة للسكن صحيح الهدف الرئيسي من فرض رسوم الأراضي البيضاء هو تحفيز المعروض العقاري ثم فك الممارسات الاحتكارية فالبرنامج الرسوم جاء ضمن مبادرة برامج الإسكان وذلك بهدف تحفيز ودعم المعروض العقاري وفك الممارسات الاحتكارية خصوصا في المدن الرئيسية ويستهدف البرنامج خلال الفترة القادمة لانتقال إلى مدن أخرى جميل إذن توسيع إطار المدن المشمولة بهذا القرار شكرا لك مهندس عبد الله نتحول مباشرة إلى هذا المؤتبر صحفي هذا النقل لكلمة وزير شؤون الإسلامية السعود يا سوروني في مستهل هذا المنتدى التاريخ المرحب بكم في المملكة العربية السعودية وأشكركم على مشاركتكم في هذا اليوم المبارك واسمحوا لي أن أعبر لكم عن الشرف بالتعبير عن ترحيب جلالة الملك سلمان من عبد العزيز خال المحرمين الشرفين وصاحب السؤول الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وكذلك أود أن أشكر كافة المساهمين في منتدى القيم الدينية السابع المجموعة العشرين لعام 2020 والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية أن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسانية كتب الله لها أن تعيش إلى اليوم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كافة كتبه والتي بلغنا بها رسوله صلوات الله عليه وسلم هناك كوارثة وأزمات وحوادثة وجائحات حاطت بنا ولذلك فأن الله سبحانه وتعالى منحنا الأدوات الحقيقية من أجل إنقاذ الإنسانية العالم اليوم يشهد أسوأ الجوائح وعواقبها اليوم تؤثر على صحتنا وإنسانيتنا والاقتصاد والمجتمعات هذه هي جائحة كوفيد-19 وهذا يحتم علينا جميعا من حكومات ومؤسسات دينية ومنظمات دولية إضافة إلى المجتمعات المدنية أن نعمل معا من أجل مواجهة هذه الجائحة ومن أجل التعامل مع آثارها على الأشخاص والمجتمعات وعلى الصعيد المحلي والعالمي والمؤسسات الدينية عادة وكذلك علم الدين وقادة الدينيين هم مقربون من الأشخاص زادت أهميتهم خلال هذه الأزمات وهذه الجائحة لذلك كان أو تعاملت الوكال العربية السعودية مع هذه الأزمة من خلال التنسيق والعمل معا مع المؤسسات السياسية والدينية على سبيل المثال وزارة شؤون الدينية والدعوة والإرشاد في الماكة العربية السعودية حيث تمكنت من القيام بإجراءات استباقية ووقائية لحماية السكان من هذا الوباء وأحد أهم هذه الإجراءات تمثلت بغلق كافة المنافذة البرية والجوية والبحرية وكذلك التباعد الاجتماعي ومطالبة السكان بارتداء الأقنعة ومنع الحركة وتقييدها وإغلاق بعض المدن والمناطق وكذلك التعلم عن بعد وبالتالي غلق المدارس والجامعات وكذلك وقف الحج والمطالبة المحافظة على المسافات وكذلك العمل من البيت ووقف النقل العام والحجر على كافة النشاطات مثل الرياضية وكذلك الجنائز وحفلات الأعراس ومن أهم هذه الخطوات التي اتخذت في المملكة العربية السعودية من خلال التعامل مع هذه الجائحة تمثلت بكلمة مجلس كبار العلماء والتي نتجدت عن اتخاذ إجراءات من قبل المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية من أجل حماية أرواح البشر اللجنة الدائمة للأبحاث وإفتاء في المملكة العربية السعودية كذلك شددت على أهميتي أن كافة الأطباء على سبيل المثال من يتعاملون مع المرضى أو المصابين من جائحة كورونا ومنعهم من خلع ملابسهم الطبية أو الأقنعة ويحق لهم تأجيل الصلاة كذلك وزارة الشؤون المجتمعية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية إضافة إلى العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى أولا أن تخصص صلاة الجمعة في أكثر من خمسة عشر ألف مسجد حول المملكة وأن تسمح للأأمة بالتحدث عن الجائحة وكذلك التعامل معها وفيما يخص الصلاة الجماعة فقد أوقفت وكذلك الأذان أوقف أيضا وكذلك المحاضرات الدينية وتحفيظ القرآن والعديد من البرامج ومحاضرات الدعوة أيضا أوقفت وطلبت كل المساجد باحترام إجراءات النظافة والطهارة وغلق الحمامات وأماكن الوضوء كما تواصلت الوزارة مع العديد من الأئمة والعلماء وطلبت منهم المشاركة في البرامج التلفزيونية من أجل نشر المعلومات أول نقطة السادي سيسمحوا لي أن أقولها بأن الوزارة من اللجنة العليا للأبحاث العلمية وطلبت منها البحث في جائحة كوفيد-19 وكذلك اتخاذ الإجراءات والتعرف على إجراءات من أجل التعامل معها في المملكة العربية السعودية كمان المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية قامت من أشاطات عديدة وكانت استباقية في بث الوعي بين السكان والمجتمعات حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا على سبيل المثال كانت لدينا البيان للضرورات الخمسة التي اتفق عليها كافة الأنبياء مثل حماية الذات وعبر بشكل واضح بأن الأشخاص عليهم احترام كافة الإجراءات الأمنية أو الوقائية والصحية وثالثاً كان هناك من من يبثوا المعلومات الخاطئة ولذلك نشرنا الوعي حول عدم القيامة بذلك ومع أهمية العمل المشترك على الصعيد الأقليم من أجل مواجهة هذه الكارثة والجائحة نحن دائماً نعتمد على علاقاتنا الطيبة وزارة الشؤون الدينية في المملكة العربية السعودية والدعوة والأرشاد كذلك بالتنسيق مع السلطات ذات السلة قررت فتح المساجد وأماكن الصلاة من أجل الصلاة الجمعة وكذلك صلوات الجماعة ولكنها طلبت تخليص الوقت بين الأذان وبين الصلاة وكذلك أن تكون صلاة الجمعة أن لا تستهرق أكثر من 15 دقيقة والغذاء والمشروبات يجب أن لا تقدم والمصليين يجب أن يحترموا التباعد بينهم في كافة الصلاوات واستخدام الأقنع وجلب سجاداتهم الخاصة كما طلب منهم عدم جلب الأطفال ما لم تكن أعمارهم أكثر من 16 وكذلك الحرص على الوضوع في المنزل وتجنب الاقتضاء سواء عند دخول أو الخروج من المسجد كما أن المملكة العربية السعودية قررت تعليق العمر إذن تبعنا جالبا من كلمة وزير الشؤون الإسلامية السعودية دكتور عبداللطيف على الشيخ في المنتدى الافتراضي العالمي للقيم الدينية لمجموعة العشرين الذي تزامنا بالطبع مع اليوم العالمي للقيام أطلقت المملكة العربية السعودية كما نتابع الآن المنتدى العالمي للقيام الدينية السابع على هامش قمم دول العشرين تحت اسم في توانتي لأول مرة كمجموعة غير رسمية تعنى بالقيم كمحفز أساسي للسلوك البشري وبإشراف بركز الحوار العالمي كاي سيد يأتي المنتدى ضمن ثلاث فرق تقوم على مشاركة الأرام على الخبراء العالميين وكتابة ملخصات وتوصيات للرفع بها لأعضاء القمة المنعقدة يومي العاشر والتاسع من نوفمبر القادم وسيناقش المنتدى اتداء من اليوم وعلى مدار خمسة أيام دراسة القيم العالمية المشتركة بالإضافة إلى القيم في القيادة والقيم لتحسين جودة الحياة بمشاركة 130 متحدثا وبحضور 500 قيادي وخبير من الأديان الرئيسية في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي أصدر برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية أكثر من أربعة آلاف عقد للأراضي السكنية في مناطق مختلفة من المملكة وذلك ضمن خيارات طرحتها الوزارة الهادفة إلى رفع نسب تملك الأسرة السعودية للمسك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بشراكة ثلاثية بين مركز موهبة ووزارة التعليم السعودية وبرنامج قياس تنطلق عملية البحث عن الموهبين واكتشافهم في مختلف المناطق السعودية يأتي ذلك للعام الحادي عشر على التوالي بطريقة أكثر شمولية هذا العام بسبب جائحة كورونا حيث يشمل طلاب وطالبات من المرحلة الثالثة الابتدائية وحتى الأولى الثانوي ضمن محورين الأول عن طريق المقرات والثاني عن بعد ويشمل اللغتين العربية والانجليزية ومعنا من الرياضة الدكتور نزيه العثماني نائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة أهلا بك دكتور نزيه إلى نشرة الرابعة إذن رغم جائحة كورونا البحث عن الموهوبين في السعودية لا زال مستمرة نعم أهلا بك أخي محمد شكرا على الاستضافة نحن في وطن مبدع في مجتمع حيوي الوطن المبدع مليء بالموهبة في كل أركانه في كل بقعة من بقاعه والمجتمع الحيوي اليوم مؤسسات كثيرة اجتمعت بهدف واحد وهو إعلان انطلاقة البرنامج الوطني في النسخة الحادية عشرة بهدف استقطاب والبحث عن الموهوبين في كل مناطق المملكة وتوفير مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة بأكثر وسيلة ممكنة لإكتشاف الموهوبين في كل مكان في هذا الوطن المعطاء طيب الدكتور نزي هناك تسأل هل كل شخص متفوق في المراحل الدراسية يعني بالضرورة بأنه شخص موهوب وأن كل شخص درجاته ليست بالمستوى المطلوب لا يعني أنه موهوب كمية قياس أو نوعية قياس الموهبة كيف رائع سؤالك رائع لأن هذا تصور خاطئ عند الجميع نحن لا نبحث عن المتفوقين نحن نبحث مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة يبحث عن الطلب الذين يملكون مرونة عقلية فائقة ويملكون تحليل هندسيا وميكانيكيا مرتفعا وعندهم مستوى مرتفع في فهم المقروع فليس بالضرورة أن يكون متفوق ليكون موهوب هناك موهوبون كثيرين يجتازون المقياس ويدخلون في برامج الرعاية ويكون المقياس هذا البواب التي تفتح لهم برامج الرعاية لكنهم ليسوا مصنفين كمتفوقين فنحن ندعو حقيقة ولياء الأمور الطلاب المشرفين في المدارس الموجودين في الميدان لتقصي الطلبة الذين عندهم استيعاب سريع فهم سريع عندهم تحليل مختلف للمشاكل التي تناقش في الفصول لكي يرشحوهم لهذا المقياس أو يرشحوا أنفسهم للدخول في البرنامج الوطني الكشف عن الموهوبين لأن هذا البواب أصلا سيمكنهم من معرفة قدراتهم العقلية أي طالب يرغب في معرفة مقياسه في مجال مرونة العقلية في مجال فهم المقروع فهذا المقياس يعتبر مقياس عالمي أشادت به مراكز بحثية دولية في أمريكا وأوروبا بأن هذا المقياس مقياس فريد من نوعه وإن شاء الله قريبا سيتم توسع وأصلا هناك دول بالجوار مثل الإمارات وزارة التعليم في الإمارات مهتمة بالمقياس وطبقته العام الماضي لقياس الموهوبين في الإمارات فالمقياس مقياس عالمي لقدرات العقلية المتعددة وفرصة لطلاب المملكة وحتى المقيمين المقياس مفتوح حتى للمقيمين للتعرف على قدراتهم العقلية ومن يحقق مستوى مرتفع سيتم رعايتهم من خلال برامج نوعية في المجالات العلمية تقدمها موهبة مع شركائها من جامعات محلية ودولية ومراكز بحثية ووزارة التعليم أيضا الإدارات الموهوبين في وزارة التعليم تقدم أيضا برامج للطلبة الذين يتم اكتشاف موهبتهم وقدراتهم العقلية المتعددة من خلال هذا البرنامج أين يتم التعامل معهم أين يتم تدريبهم وتحضيرهم للمستقبل هل في مناطقهم في مدنهم التي ربما لا تتوفر فيها الإمكانيات التي تتوفر مثلا في الرياض في مقر المركز أم أنهم سيتم نقلهم إلى مناطق وسواء كانت كأفراد أو كعائلات من أجل تنمية مواهبهم بشكل احترافي أكبر بدأنا في موهبة تطبيق برامجنا عن بعد في كل مناطق المملكة متاحة محليا ودوليا في خلال الجائحة الماضية تم تدريب أكثر من 8 إلى 9 ألاف طالب وطالبة من كل مناطق المملكة في برامج علمية متخصصة يقدمها دكاترة جامعات باحثين متميزين وحتى بعض البرامج الدولية التي نعقدها مع جامعات عالمية يقدمونها أيضا عن بعد فحريصون جدا على أن نصل لكل طالب في كل بقعة في هذا الوطن يستحق أن يتم رعايته العام الماضي لدينا طلاب متميزين من مدن صغيرة من قرى من مراكز وهذا الشيء يعني اكتشافهم يرفع من مسؤوليتنا في تجاه رعاية هذه الموهبة وتنميتها ليصبحوا قادة المستقبل ليصبحوا هم الذين يصنعون الرؤية 20-30 التي تتحول هذا الوطن من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على مصادر أخرى ويبتكرون التقنيات ويبتكرون الحلول لا يبحثون عن وظائف ولا يستهلكون التقنية بل هذولا عندما ننمي موهبتهم وننمي قدراتهم بعد اكتشافهم هؤلاء يصبحون صناع المستقبل وقادة المستقبل في هذا الوطن وفي العالم كله إن شاء الله كلام جميل ويمثل نافذة أمل لكل موهوب في المملكة الدكتور نازيها العثماني شكرا جزيلا لك في السعودية وبعد عقد عدة ورش عمل مع أصحاب المنشآت قام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بعمل أربع تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم توظيف تتضمن خفض الحد الأذنى لأجر الموظف المستحق للدعم المستحق للدعم من أربعة آلاف ريال إلى ثلاثة آلاف ومائتي ريال واحتساب دعم إضافي بنسبة عشرة بالمئة للأنشطة المتأثرة وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة عشرة في المئة لعدة مهن مستهدفة أخرى بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من الحاد من الأول من يوليو لعام 2019 في البرنامج على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج من اليوم وصاعدا سيتم اعتماد النتائج الظاهرة عبر تطبيق توكلنا واعتبارها إثبات حالة رسمي لمعرفة الإصابة بفيروس كورونا أو عدمها معترف بها من قبل الجهات الحكومية والخاصة أيضا جاء ذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء بعد أن أثبت تطبيق موثوقيته العالية ودقة لدى وبناء على ذلك فالحاجة للإثباتات الوراقية كما كان عليه الأمر سابقا أيضا توقعت اللجنة الوطنية للحج والعمر بالسعودية توافد أكثر من 250 ألف معتمر وأكثر من 600 ألف مصل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية وتبدأ يوم الأحد الثامن عشر من أكتوبر الجاري المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمر والمخصصة بأسبوعين للمواطنين والمقيمين مع السماح بفتح تصريح الصلاة بالحرم المكي وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وفيما يتعلق باستقبال معتمرين من خارج السعودية المقررة بداية العام القادم 2021 حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الحجة الحج والعمر أشار عضو اللجنة الوطنية للحج والعمر هاني العميري إلى أن الرؤية لم تتضح كاملة فيما يتعلق بهذا الأمر وأوضح العميري أنه من المنتظر أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن أسماء الدول التي سيسمح باستقبال معتمرها أيضا تتابعون في الرابعة ولكن بعد قليل في سعودية نحو واحد وخمسين ملازم تحقيق من النساء بشر أعمالهن في النيابة العامة للمرات الأولى أهلا بكم مجددا إلى الرابعة كشفت النيابة العامة السعودية للعربية عن مباشرة الدفعة الأولى من ملازمات التحقيق أعمالهن في بعض مناطق السعودية إذ بدان أعمالهن في مهام الرقابة على السجون ودراسة القضايا الخاصة بالنساء والمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من القضايا في دوائر نيابية محددة بدأت ملازمات التحقيق العمل فيها للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة بعد تعييني نحو 51 فتاة على السلم النيابي تحقيق في الدوائر التي تطل فيها إجراءات متعلقة في النساء والفتيات وكذلك قضايا الأسرة والأحداث والصلح الجنائي فيما يتعلق في عملنا في السجن قمنا بدراسة ملفات السجينات والموقوفات وذلك بصدد إبداء الآراء القانونية كذلك قمنا في أعمال الرقابة على سجن النساء ودور رعاية الفتيات وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين ملازمات التحقيق خضعنا لبرنامج تدريبي لمدة عام دراسي للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية طبعا من بداية عملنا في النيابة العامة منذ أكثر من شهرين ونصف قمنا بالتحقيق مع النساء في مختلف القضايا مثل قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية أيضا قضايا الاتداء على المال قضايا الأخلاق والعرض أيضا قمنا بالعمل في الشقة الثانية من عمل النيابة وهو الرقابة على السجن قمنا بالرقابة على سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات كدار توقيف ودور اليواء أيضا حصانة نيابية يتمتعنا بها ملازمات التحقيق خلال فترة عملهن داخل 13 فرعا في مناطق السعودية فيما تم تعيين الخمس الأوائل منهن بحسب رغباتهن دعما لعمل المرأة في المنظومة الأمنية والعدلية حياة الغامد العربية الرياض في سعودية أطلاق أو أصدر المركز الوطني للطب البديل وتكميلي دليلا يهدف إلى تقديم أبرز الضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة الطب البديل تفاصيل أكثر في هذا التقرير مرحلة جديدة يدخلها الطب البديل في السعودية بعد أن أصدر المركز الوطني للطب البديل دليلا يوضح فيه الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص النظامية لمزاولة بعض الممارسات الصحية هناك دليل آخر صدر من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي يسمى بدليل التسجيل والتصنيف المركز الوطني يقوم بتسجيل وتصنيف جميع الممارسين من جميع التخصصات التي ذكرتها وفق الآلية واضحة ولجان مختصة بتصنيفهم وتسجيل المهني ثم بعد ذلك إذا استوفوا شروط التسجيل والتصنيف يتم منحهم لخص مزاولة بحسب الدليل فإن الممارسات المتاحة هي الحجامة والوخز الإبري وتقويم العظام والعمود الفقري والمعالجة الطبيعية والمعالجة بالأعشاب وتعتبر الحجامة هي التخصص الوحيد القائم حاليا تخدمنا في أنه فيه تشتراطات صحية طواقم طبية مرخصة متدربة تمام يعني أمان للمواطن أفضل من أول سابقا يعني لما كانت شعبية كان فيها مشاكل كثير مع وجود هذا الدليل أصبحت مراكز الحجامة أكثر تنظيما بعد أن كانت في السابق تنتشر بشكل عشوائي وتحتضن السعودية قرابة 150 مركزا مرخصا للحجامة سلم الراجحة العربية الرياض مشروع الطاقة الشمسية في مدينة اسكاكا بمنطقة الجوشمال السعودية يعد باكورة بشريع الطاقة المجددة المتجددة في المملكة بقدرة إنتاج بلغت 300 ميجاوات تولد طاقة كهربائية كافية لـ 45 ألف وحدة سكنية مشروع الطاقة الشمسية الكهرضوئية في مدينة اسكاكا بمنطقة الجوف شمال السعودية يعد باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية بتكلفة استثمارية بلغت مليار ومئتي مليون ريال بدأت الأعمال الانشائية لمشروع اسكاكا للطاقة الشمسية في أواخر عام 2018 وبدأ تشغيل المشروع في أواخر عام 2019 وربطه بالشبكة الوطنية بسعة إنتاج 300 ميجاوات هذه الألواح الشمسية التي يبلغ عددها مليون ومئتي لوح شمسي تم رصفها على مساحة 6 كيلو مترات مربعة تولد طاقة كهربائية نظيفة كافية لتزويد 45 ألف وحدة سكنية سيوفر المشروع بالطاقة الكهربائية لـ 45 ألف وحدة سكنية ويخفض انبعاثات الكربون بنصف مليون طن سنويا من غاز تانيكسيد الكربون تتميز هذه المشاريع بأنها مستقلة التمويل وسيتم شراء الطاقة التي تنتجها وفق مبدأ المنتج المستقل آي بي بي في إطار الاتفاقيات مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما من مدينة سكاكا جزاعا ماصي العربية من دومة الجندل إلى سكاكا يتابع دائما الزميل جزاعا ماصي آخر خبار الطاقة خصوصا الطاقة المتجددة أصبح للحيوانات مقهى يضم مركزا للعناية بمظهرهم في الخوار شرق السعودية وفي الخبر يتبادل المختصون في هذا المقهى خبراتهم في شرب القهوة كما تلعب الكلاب مع الأطفال في مقهى هو الأول من نوعه في المنطقة تبحث هذه السيدة عن مكان للهو مع كلبها لتعثر على مقهى شرق السعودية قصص للحيوانات الأليفة تتدوق فيه قهوتها المفضلة عن هذا المكان ليس مجرد مقهى الكل يستفيد من هذا المكان لأننا نوفر خدمة بنفس الوقت هو عبارة عن مقهى لأصحاب الكلاب وبرضو اللي لا عندهم الكلاب يستمتعون مع كلابتهم الكلاب تستمتع مع كلاب ثانية أصحاب القطط ممكن نوفر لهم خدمات اللي هم غسيل وشاور والحلاق للقطط والكلابة الكلابة ممكن تلعب عندنا فيه ألعاب كثيرة ممكن نوفرها لهم بنفس الوقت فيه عندنا أشياء ومنتجات نوفرها للكلاب مش موجودة برا في ساحات المقهى يمارس شباب هواياتهم وتلعب الكلاب مع لطل ويروي المختصون خبراتهم في التعامل معها والله أنا ساكن في الجبال وعندي كلب لي عندي ثلاث سنوات ونص ولفترة طويلة ما أملاقي محل أقدر أمشي فيه كلبي سواء بالنسبة للجو فأجي عشان أشرب قهوة أتروض أجيبه أمشي يتعامل مع كلاب ثانية عشان بالنسبة للكلاب مهمة لهم أن يتعاملوا مع كلاب ثانية عشان يتعودوا ما يصيروا شوية يتخوفوا من الكلاب أنا أجي هنا مع بنتي سما لأنها تحب الحيوارات الأريفة وخاصة للكلاب وهذا المكان يجمع كل شيء يجمع كافي ويجمع مشروبات حلوة فلنسبة تجمع أنواع متشكلة من الكلاب يعتبر هذا المقهى الأول من نوعه في المنطقة يضم مركزا للعناية بالكلاب يسعى رواده من خلاله إلى تشكيل فريق توعوي يشجع على اقتنائها من الخبر براهيم الحسين العربية الآن نتابع حالة الطقس في المملكة ودول الخليج في هذا التقرير للزميلة بنا أهلا بكم مشاهدينا في حالة الطقس الخاصة باليوم الثلاثة نبدأها من المملكة العربية السعودية حيث يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جزان وعسير تمتد إلى مرتفعات الطائف وفي العاصمة الرياض الأجواء هناك صافية درجات الحرارة في أوائل الثلاثينات مئوية تنخفض ليلة إلى دون المستويات العشرينية مع نسب رطوبة تزيد عن العشر في المائة وحركة الرياح خفيفة أيضاً وفي السوداء الأجواء غائمة درجات الحرارة في أوائل الثلاثينات مئوية تنخفض ليلة إلى دون هذه المستويات يطرق ارتفاع على نسب رطوبة بحيث تزيد عن الثلاثين في المائة فيما تبقى حركة الرياح معتدلة وفي المدينة المنورة تكون الأجواء صافية درجات الحرارة في المستويات الثلاثينية نلاحظ انخفاض في ساعات الليل لتصبح في المستويات العشرينية يطرق نشاط كبير على حركة الرياح مع نسب رطوبة منخفضة تقل عن العشر في المائة وبالانتقال إلى الإمارات وتحديداً دبي الأجواء صافية درجات الحرارة في أوائل الثلاثينات مئوية تنخفض ليلة إلى أوائل الثلاثينات فيما تبقى حركة الرياح خفيفة وتنخفض نسب رطوبة عن يوم أمس لتصل إلى العشرين في المائة وإلى الكويت لا تزال درجات الحرارة في أوسط الثلاثينات مئوية تنخفض ليلة إلى المستويات العشرينية مع حركة الرياح خفيفة جداً ونسب رطوبة منخفضة تقل عن ال 20% وإلى عمام من العاصمة مسقط تكون الأجواء صافية درجات الحرارة في المستويات الثلاثينات تنخفض ليلة إلى أوائل العشرينات مئوية حركة الرياح نشطة ونسب رطوبة مرتفعة تقترب من 50% يتوقع أن تنخفض بعض الشيء يوم غد مشاهدين هذه كانت أحوال الطقس لليوم إلى اللقاء في ختام الرابع هذا تذكير بالعنويل تحالف دعم شرعية يعلن تدمير صاروخ فلسطين داخل الأراضي اليمنية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية على هامش قمة مجموعة العشرين السعودية تطلق قمة القيم الدينية باسم بي 20 بحضور 500 قيادي وخبير بالأديان من حول العالم المستشار الأعلى لوزير الطاقة الأمريكي تزور معهد الأبحاث وتقنيات التحليل السعودي وتوقع مذكرة تفاهم بحثية وانطلاق رحلة البحث عن موهوبين واكتشافهم في السعودية من خلال مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالي للموهبة والإبداع وبشراكة التعليم إلى اللقاء اشتركوا في القناة